عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف مكة إلى غار يسمى غار حرا يعبد الله سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يبغذ عبادة الأصنام ولم يسجد لها ولم يعبدها قط عليه الصلاة والسلام حفظه الله فجاءه الوحي جبريل عليه السلام في غار حرا ونازل عليه الخامسة آيات الأولى من سورة العلاق كان يتصدي Stadt ثم يضع إعادة لمكة العلاق سورة العلاق سورة العلاق سورة العلاق سورة الإعادة تشجل أريد.